أهلا وسهلا بكم أصدقائي طلاب صف الخامس من جديد إلى الدرس جديد من دروس كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تقدمه وزارة التربية في جمهورية العربية السورية وإلى درس أصبحت مبدعا ننتقل إلى الدرس أصبحت مبدعا وصار بإمكاني أن أبدع كائنا جديدا هيبنا إلى محرر رسوم من خلال ملاحظتنا للصورة الآتية ولنبدع الرسم التالي إذن في البداية نقوم باختيار القطوة من ثم نعمل عملية الحذف ومن ثم نقوم برسم كائن جديد الطريقة على الشكل التالي بعد أن قمنا بفتح برنامج السكراتش نقوم بالضغط على سلة المهملات هنا عند هذه الصورة نحذف الكائن كليا ومن ثم على إضافة كائن نقوم باختيار الرسم نلاحظ أنه أعطاني صورة فارغة كليا ومن ثم هنا عندي الكائن بهذا الشكل تمام أصدقائي إذن نختار منها هنا دائرة مثلا ومن ثم نرسم الرأس بهذا الشكل نلاحظ أنه ممتلئ بلون معين من هذا المكان نختار إشارة الشطب هذه لكي يصبح بشكل فارغ نعود إلى الأدوات لكي نرسم مربعا هو مربع الجسم أو مستطيلا بهذا الشكل نعود لنرسم الأرجل بهذا الشكل نضغط ضغط خارجا ومن ثم نرسم مستطيلا بهذا الشكل مستطيل آخر في هذا المكان وكذلك الأمر اليدين نعود الآن إلى الدائرة لكي نرسم العينين نلاحظ أنها جانبا عن طريق الأسهم نقوم بإزاحتها يمينا وشمالا وأعلى وفوق كذلك الأمر نرسم الأدنين ملاحظة بالإمكان تكبير الدائرة يمينا ويسارا عن طريق السهم أو السهمين المتعاكسين كما نشاهد بما أنها باللون الأزرق ما زالت وأخيرا نرسم الفم عن طريق هذه الأدات الآن أصبح الرسم لدينا جاهز لننتقل إلى الكتاب ولنرى ما تم فعله في الرسم هي بنا نلون الكائن بما يناسبه نلاحظ أنه تم تلوين الأدنين والعينين والأيدي والأرجل عن طريق أداة السكب أو الملء التلقائي نختار الأدات ومن ثم نختار اللون الأسود نلاحظ من هذا المكان يمكننا التلوين بما نريد الآن أصبحت الرسم جاهزة كما هي في الكتاب تماما هيا بنا ننشئ مظهرا جديدا كي نجعل صديقنا مبتسما هل هناك أجمل من الابتسامة؟ أكيد لا ما في أحلام من الابتسامة طيب نعود إلى الدرس وكما نلاحظ تم إنشاء أو تم مضاعفة الرسم مرة أخرى وتم رسم ابتسامة داخل الرسم المضاعف ننتقل إلى الرسم الخاص بنا ومن ثم نضغط على الكائن الذي هنا في المظهر ومن ثم نضغط على مضاعفه نلاحظ أنه عندنا المظهر واحد والمظهر اثنان في المظهر اثنان سوف نرسم الابتسامة ورسم الابتسامي بسيط جدا عن طريق أداة الفرشات ومن ثم نصنع ابتسامة جميلة بعد أن قمنا برسم الابتسامة نعود إلى الكتاب هيا يا صديقي جديد فلنبتسم معا عند الضغط على مفتاح المسافة إذن نلاحظ عند الضغط على مفتاح مسافة المظهر التالي إذن سوف نقوم بإضافة هذه اللبنات البرمجية إلى الرسم الذي عندنا نضغط على المظهر واحد ومن ثم نعود إلى المقاطع البرمجية ننتقل إلى الأحداث ومن ثم نضيف هذه اللبنة عند الضغط على مفتاح المسافة يعني المصطرة ومن ثم ننتقل إلى الهيئة ومن ثم إلى غير المظهر إلى المظهر اثنين الآن عند الضغط على مفتاح المسافة سوف يقوم صديقنا بالابتسام نضغط نلاحظ أنه ابتسم نعيد الكرة عند إعادة الكرة لن يبتسم مرة أخرى لأننا ما زلنا في المظهر الثاني نعود إلى المظاهر ونضغط على المظهر الأول ونعود بالضغط على المصطرة كما تلاحظون عند الضغط على المصطرة يقوم بالابتسام نعود إلى الكتاب جرب خيارات لبدء تنفيذ الأوامر البرمجية إذن عندك خيارات أخرى يمكنك تجريبها لرسم ابتسامة أخرى وما إلى هناك وحركات أخرى الآن عندنا بعض الأسئلة البسيطة رسم خط مستقيم يكون عن طريق هذه الأدات كتابة نص عن طريق حرف الت رسم حر عن طريق أدات الفرشات رسم دائري سوف يكون عن طريق هذه الدائرة إزالة الخلفية سوف يكون عن طريق أدات النجمة هذه المسح سوف يكون عن طريق الممحات التحديد سوف يكون عن طريق هذه الأدات ملء بلون سوف يكون عن طريق هذا سطل الدهان كما نشاهد وقبل أخيرا تحديد ومضاعفة عن طريق هذه الأدات ومن ثم رسم مربع سوف يكون عن طريق أدات أيضا المستطيل التي هنا هي نفسها ترسم لنا المربع نشاط لا صفي أبدع كائنك الخاص باستخدام محرر الرسوم وتعاون مع أصدقائك ليكون الكائن أجمل ونفذ ما تعلمته في دروسك السابقة لتصميم مشروع مميز شكرا لمتابعتكم أصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية